ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إلي راجعون وأفوض أمري لالله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى ابنك زين العابدين وسيد الساجدين وقرة عين الناظرين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيمة هذا الذي تعرف البطحة وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا النقي التقي يطاهر العلم سيطاه عظيمة وإذا رجح قريش قال قائلها وإلى مكارم هذا ينتهي كرم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمون مقدمون بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدءين ومختوم به الكلم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكارت والعجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا يستدفع الضر والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والكرم وإن عد أهل التقاء كانوا أمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لا أهل نعم ماذا صنعوا بهذا الإمام العزيز لحفي له يوم الطفوف مقيدايا بالسقم والأغلايا والأصفادي لم يكفه ما جرعوه بكربلا من فادحين قد فتلي أكبادي حتى سقطه السوم أهل الأمياتي فقضى أهل الأمياتي لا حول ولا قوة ولد زين العابدين في سنة ثمانية وثلاثين للهجرة واستشهد في سنة خمسة وتسعين للهجرة يعني عاش تقريبا سبعة وخمسين سنة تقريبا سنتين عاش مع جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعاش بعد أبيه الحسين سلام الله عليه حدود أربع وثلاثين سنة الأب معروف الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة أمه شاه زنان ولهذا هو يقول عن نفسه زين العابدين سلام الله عليه أنا ابن الخيرتين خيرة العرب قريش وخيرة العجم فارس أمه اسمها في الحقيقة شاه زنان بالأصل طبعا أكو ثلاث روايات شلون جاءت أمه سيد العابدين سلام الله عليه في رواية وهي الأصح ويرويها الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بأن الإمام عليه السلام الله عليه لما وصلت إليه الخلافة جعل حريث ابن جابر الحنفي واللهجهة المشرق الرواية تقول فبعث إليه ابنتين لملك الفرس اللي هي شاه زنان وأختها مرواريد بعث إليه ابنتين يزدجرد فوصله الأمير المؤمن سلام الله عليه فنحل الحسين شاه زنان ونحل أختها إلى محمد ابن أبي بكر وولدت وولدت له القاسم اللي يصير جد الإمام الصادق سلام الله عليه من جهة الأم القاسم هذه الرواية وهذه الأصح في الحقيقة والواقع رواية ثانية لا عبد الله بن عامر لما فتح خراسان أيام الخليفة الثالث في السنة السادسة لحكمه أقول لما فتح خراسان أصاب ابنتين ليزدجرد فبعث بهما إلى الخليفة الثالث فوهبهما وحدا طاهلين حسين سلام الله عليه ووحدا طاهل الحسين هذه الرواية ثانية رواية ثالثة لا على أيام عمر لما جاء سبي الفرس إجت هاي شاهزينان كانت من المسبيات في الرواية الأولى والثالية ماكوش اسمه سبي بالموضوع ماكوش مسبي بس في هاي الرواية الثالثة إن لا جاءوا على شكل إنه سبي سبي والنساء يعني فتحت إيران حررت إيران فجاء السبي طبعا أغلب كانوا موجودين ذاك اليوم كانوا يرغبون في الإسلام لاحظوا شلون وهم كانوا هالبنتين هم كانوا راغبات في الإسلام فلما جاء السبي من ضمنهم هذه شاهزينان بنت يزدجر جاءت المسجد تقول الرواية فأشرق نور وجهها بالمسجد فأخذ يحد النظر إليها الخليفة أنا أولا مستغرب يعني بعض الحكام غازلون النسوان هاي مصيبة حقيقة لا مو بس غازل يعني لما يصافح المرأة ماكو يعني أكو رجال يصافحون بس هو لما تجي المرأة يطول وياها بالمصافحة وكز النظر يا أخي شوية فتحياء عيب يعني انت ملك ومعظم ووزير وكذا وفخفخة ها تقعد تصافح المرأة وتطول وياها وتحشي وياها وفدمزا هذه مطنزة هاي هذا مو حاكم هذا الحاكم يشترط فيه العدالة والعدالة معناتها اتيان الواجبات وترك المحرمات مصافحة المرأة حرام شرعا النظر إلى المرأة بريبة حرام شرعا هذه مما يجب سقوط العدالة واضح مولاني تقول الرواية فأخذ يحد النظر إليها عمر يعني كز بعينه أخذ يحد النظر فهي غطت وجهها شوف هاي دليل العفة دليل الشرف واضح مولاني فغطت وجهها فقالت آه بيروزة باد هرمز بالفارسية يعني بمعنى انه لا كان ذاك اليوم لهرمز ويرى بناته سبايا بالفارسية فعمر شنو حللها قال لقد شمتتني أو شتمتني هذه العلجة صدام أخذ هاي الكلمة من هذا عمر قال لعلوج ماكو يسمي ذول الإيرانيين لعلوج أخذها من عمر طبعا هذا أول مصدر العلج أو العلجة شتمتني هذه العلجة يا أخي أنت ما تعرف فارسي ولا تعرف لغة القوم شلون حللت إنه يسبتك يا أخي واضح يوم واضح فاعترض لأمير المؤمنين سلام الله عليه قال ليس لك أن تنكر ما لا تعلم يا أخي أنت ما تعلم باللغة شلون أنت تقول سبتني واضح يوم واضح ليس لك أن تنكر ما لا تعلم أنت ما تعرف إنقليزي واحد حتياك إنقليزي لا تقول شتمني لا يبلك مترجم شوف قال أول بعدين حلل تمام يا متهم قال شتمتني هذه العلجة فقال ليس لك ذلك وإنما قالت كذا الإمام عليه السلام الله عليه عرف فارسي نحن عندنا مشألة عقائدية إن لإما سلام الله عليهم يعلمون بلغات العالم كله حتى منطقة طير تلاحظ شلون ف قال عمر عرضها للبيع عرضها للبيع فقال له أمير المؤمن سلام الله عليه ليس لك ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تباع بنات الملوك وإن كانوا كافرات هاي سنة هذه بنت ملك ومتعودة على الرفاه والنعم والخير والكرامة مو صحيح أنت تتعرضها للذل ذل للبيع وتهدر كرامتها وشخصيتها لا هذا المفروض نحن نحافظ على شخصيتها وسمعتها ومقامها ومن نعرضها للبيع والسبي سنة النبي تقتضي أن لا تباع بنات الملوك وإنما تختار واحد من المسلمين كزوج ويحسب صداقها من عطائه من بيت المال هذا الحكم فسلم ولكن للأسف من أحد مصائبنا أن ليحكمونا جهلة ناس طيشين هذا للأسف الشديد يعني يحكمون بأهوائهم وحزبياتهم وعنصرياتهم وعوائلهم ما يحكمون بعلم وفقه وفهم واضح مولانا هذا من أحد مصائبنا إحنا المسلمين أن حكامنا جهلة وهذه كل مصيبة يعني لو تسأل الحاكم أنت بالفقه لا يفهم يجب أن يكون الحاكم فقيه واضح مولانا سؤل الكلبايقاني رحمة الله عليه آية الله العظمى السيد محمد رضي الكلبايقاني رحمة الله عليه من الفقهاء المحترمين السيد الكلبايقاني والعلماء الأجلاء في كتاب اسمه إرشاد السائل أنا أحب أجيب مسائل فقهية على المنبر لأن ضروري جدا يتفقه في الدين سؤل الكلبايقاني رحمة الله عليه إذا تصد للأمة حاكم ولنفترض أنه عادل وطيب وخير يعني بس ليس فقيه هل تجب وطاعته أم لا المصدر موجود إرشاد السائل للسيد محمد رضي الكلبايقاني رحمة الله عليه هل تجب وطاعته قال لا لا تجب طاعته لأن الطاعة يجب أن تكون للفقيه العادي حتى لو تصد للحكومة واحد عادل نفترض بس ليس فقيه فلا تجب طاعته هاي مسألة شرعية على على ف كانوا ناس كثيرون يبون يزوجون هاي ف الامام سلام الله عليه قال لي يصير هناك إقراح في البين خليه تختار هذا أقرب لكرامته وأفضل للعجل فاختارت الحسين سلام الله عليه كزوج تزوجها الحسين سلام الله عليه في بيان مقام زين العابدين سلام الله عليه قال ستلد لك خير أهل الأرض على كل تزوجها الحسين ولدت بزين العابدين سلام الله عليه أصح الروايات إنه كانت متة على أيام حريث بن جابر لأن أيام السبي صارت متة أيام عمر صارت في 16 للهجرة خب زين العابدين ولد 38 للهجرة ما يصير هنا 23 سنة يعني بقت هذه المرأة غير حاملة مشكل من مقبل الرواية هاي فالأصح إنه الرواية الأولى يعني جاءت على زمن الإمام عليه سلام الله عليه لأن عاش زين العابدين سنتين خلال خلافة أمير المؤمن سلام الله عليه فالرواية الأولى على كل ولد زين العابدين سلام الله عليه ستلد لك خير أهل الأرض أم زين العابدين سلام الله عليه الإمام علي غير اسمه قال لي كنم دور أي كنيزك يعني ماذا اسمك يا صبي فقالت جهان شاه أو شاه زنان في الحقيقة يعني أنا اسمي ملكة النساء فقال لها لا أنت اسمك شهربان ويه يعني أنت ملكة نساء المدينة ليش لأن الإمام سلام الله عليه يريد يدفع دات توخم أن ملكة نساء العالم هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فهي ما ممكن أن نقبل أن تكون ملكة النساء وإنما ملكة المدينة يعني سيدة نساء المدينة نفسها الأم شهربان طبعا في رواية أخرى أنها نبدلها إلى أسم مريم طبعا ماتت في النفاس يعني لما ولدت بزين العابدين سلام الله عليه ماتت في النفاس لهذا أكو مشألة طرحوها خصوصا من قبل عبد الملك بن مروان ذول الطغاة دائما هم حاقدين وعدهم حسد على أهل البيت سلام الله عليه فيحاول الطاغية دائما يظهر الحسد والغيظ والحقد بطريقة معينة تلاحظ شلون فبعث رسالة إلى زين العابدين سلام الله عليه قلنا أنت شون تزوج أمك أمك أنت شون تزوج هذه خسيسة عيب هذه زين العابدين سلام الله عليه تزوج بأمته يعني بالعبد مال قالنا أنت شون تزوج عيب غلط هذا هذا ما يليق بشأنك يعني أنت ما كو أنت أكبر من هذا بي بقريش بالعرب بقريش من هو الأكفة والأحسن إليك ما يمجد به في الصهر ويستنجب به بالولد زين العابدين الرد عليه سلام الله أولين هذا الأمة اللي زوجها مو أمة الواقعية لأن أمة ماتت بالنفاس وإنما هي أمة الرضاعية واضح مولاي أمة الرضاعية وما به الشيء قال لا نريد أبر أمي الرضاعية فما كو أشكال بتزوجها شنو الأشكال في ذلك هذه مو أمة الواقعية أمة الرضاعية طبعا بين قوسين مسألة عقادي هم عندنا إنه كما لا يجوز لأزواج النبي أن يتزوجن بعد النبي كذلك لا يجوز لأزواج الأمة سلام الله عليهم أن يتزوجوا ولهذا ما سمعنا إحنا أن أمرأة لأمير المهم سلام الله عليه أو لأحد الأمة تزوجت بعد فراق الإمام سلام الله عليه هذا هم المسائل العقائدية فهو زوج أمة في الحقيقة والواقع برا بها ما كو طبعا لما تزوج الأمة هو زين العمد من أحد سياسات الأخلاقية والاجتماعية يريد يحرر العبيد فكان يشتري عبيد خصوصا في شهر رمضان يثقفهم يفقهم في الدين فلما يجي العيد زين يعتقهم لوجه الله عز وجل ويدعو إياهم أن أن تسويت هالشكل خطأ هالشكل خطأ يقررهم أخطأهم ويقول أنا عفوت عنكم فاعفوا عني أو اطلبوا من الله عز وجل أن يعفوا عني فكان هذا ديدني فلما تزوج أمة هو اشترى الأمة بعدين اعتقها في سبيل الله فلما اعتقها صارت أجنبية عنها فتزوجها على سنة رسول الله ما ما كان ردع لي عاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم أنكح عبده وتزوج من أمته عبده كان زيد من حارثه زوج انطى زينب بتعم صحيح أو صحيح فشلو الأشكال في ذلك وكذلك تزوج بأمته رسول الله تزوج ببعض الإماع تقهم الزوج بهم شين الإشكال في ذلك فشين يعني إن الله حديث إن الله رفع بالإسلام الخسيس وتم به واتم به النقيص ودفع به اللؤم فلا لؤم إلا لؤم الجاهلية مولانا الجليل ما كان هذه أمان اعتقد هلوج هل بعدين الزوج هل شين اللي شكال في ذلك المسلم كفة المسلمة شنو يعني قريش إنت تريد الزوج إلا من طبقة خاصة هذي جاهلية هذي عنجهية هذي مسلمة طيبة حبابة لطيفة خلاص الزوجها على كتاب الله سنة نبي سكانة أم لوم من عشيرة شنو اللي شكال في ذلك أحين هاي شهر زنان شهر من وين من ومن إيران من إيران إلا تاخذ بحرينية يعني ميصر تاخذ إيرانية شنو هالحج هذي من قال ذا الحج أنت عليك تزوج المسلمة سواء كانت إيرانية بحرينية كويتية أمريكية المهم تاخذ لك مسلمة المسلم كفول مسلم فيها مالا مع السلام لا إلا من عشيرتي إلا بتعمي يعني إلا من نويدرات إلا من من سترة سترة ياخذ من من الإبداع شري كافي ذلك للأسف الشديد أكو بعض العوائل خصوصا العوائل الحاكمة هذا ابنهم ما ياخذ إلا من نفس العائلة الحاكمة إذا ياخذ من غير العائلة الحاكمة هذا جريمة كبرى هذا غلط مولان هذه جاهلية جاهلية فليش هالقيود ما كوالقيود في الإسلام على كل ف بلي الإمام سلام الله عليه أمة اللي زوجها مو أمة الواقعية وإنما هي أمة الرضاعية أما بالنسبة إلى أخلاق الإمام سلام الله عليه الإمام الباقي سلام الله عليه خلني شوية أفسر بعض ألقاب قبل أجل أخلاق التفصيل يلقب الإمام سلام الله عليه بالسجاد ليش يلقب بالسجاد الإمام الباقي سلام الله عليه يقول كان أبي إذا ذكر نعمة سجد الله أكبر يعني الله نطاك نعمة الشباب الذكرت اسجد لله الحمد لله الله نطاك الغنى الغنى نعمة اسجد لله بالقرآن الكريم فيه في سور العزائم إذا واحد مر به يجب عليه السجود حتى لو كان صلي وسمع الآية يكون يسجد يجب عليه السجود طبعا وفي موارد في بعض الآيات يستحب له السجود لكن الإمام سلام الله عليه إذا مر بآية فيها سجود سجد لله عز وجل هذا اثنين ثلاثة إذا فرغ من صلاة فريضة سجد لله عز وجل هاي يسمونها سجدة الشكر ومستحب الإنسان يسجد سجدة الشكر ويقول شكرا لله ثلاث مرات هذا حد أقل وكذلك يستحب أن يضع خده الأيمن على التربة وكذلك خده الأيسر ثم يضع الجبه وأكو أدعية خاصة به إذا فرغ من صلاة فريضة سجد بابي وأمي وإذا صرف الله عنه سوء أو كيد كائد سجد لله عز وجل إخوة ناس يمكرون بالإنسان يخططون للإنسان تلاحظ شلون حتى يوقعون في دواء رسو والعياذ بالله فإذا صرف الله عنه سوء أو كيد كائد سجد لله عز وجل هذه هنفد نعم أنت مقات تروح في شارع الله ينجيك من حادث معين فاسجد لله عز وجل هذه فتوف بعد إذا وفق لإصلاح بين اثنين سجد لله عز وجل لإصلاح ذات البين الله الله الإمام عليه السلام الله عليه يوصل حسن والحسين آخر حياتي أقول الله 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 في صلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام طبعا هنا أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحب بينها مو الواجبين اصلاح ذات البين هذا فالتوفيق من الله عز وجل الزوج والزوجة مختلفين مو بسرعة يروح نتطلقون لا اصلحوا بينكم خليه فحكموا من أهله وحكموا من أهلها يصالحون انتويا الجيران انتويا الشريك مالك انتويا أصدقائك لا تخرب العلاقة لا حاول تصلح العلاقة هذا من أفضل الأعمال عند الله عز وإحنا كطائفة شيعية من مذهب واحد في منطقة واحدة لماذا نتعارك لماذا نتناخر لماذا نضرب بعضنا بعضا لماذا يسقط بعضنا بعضا مولانا شيعة موالين محبين لازم نتوحد لازم نتآلف لازم نجمع نقاط القوة بين اتنا صحيح ولا صحيح فالواحد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الأمة الإسلامية نحن نبقى نوحد فإحنا ندور نقاط مشتركة يسن حتى نتحد إياهم فإحنا بعد نضرب بعضنا بعضا ونفسق بعضنا بعضا ويظلم بعضنا بعضا مصيبة يعني مطنزل لعدها في الحقيقة والواقع فصلاح ذات البين هذا من أهمل القضايا التي يؤكد عليها الإسلام في الحقيقة والواقع لقب بالسجاد لأن كان كثير السجود كذلك لقب ب ذي الثفنات ديار علي دعب الشقول ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات الثفنات جمع ثفنة هي ما يمس البعير إذا جلس على الأرض أو إذا برك على الأرض ما يمس الموضع من البعير فيغلض ويخشن إذا شوف البعير يقعد مثلا عن ركب ماله هنا مكان الركب يصير غليض الإمام سلام الله عليه كان مواضع السجود ماله من كثرة سجوده لله عز وجل صار عنده ثفنات في الجبهة وراحة يكفيه والركبتين فكان بأبي وأمي في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقطع هذه الثفنات في كل سنة مرتين وكان يقطع خمس ثفنات في كل مرة وأوصى بأبي وأمي أن تدفن معه ودفنت معه فلقب بالثفنات هذه من أشهر ألقاب زين العابدين طبعا معروف لقب ماله وهذا اللقب وضعه له الله عز وجل في صحيفة لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأسماء الأمة وألقابهم الزين ورواية عن ابن عباس موجودة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صار يوم القيامة يأتي النداء أين زين العابدين فيأتي بأبي وأمي زين العابدين يخطر بين الصفوف يخطر يعني يتميل في مشيته كالمعجب وماكو إشكال هناك محل الإعجاب والتفاخر يوم القيامة الواحد يعجب لأنه مكان الفوز والفلاح كما قال ذاك الذي أعطي كتابه بيمينه قال ها أم اقرأوا كتابي يفتخر يعني أني ظننت أني ملاق حسابي الإمام الباكر صلى الله عليه يحدث عن أخلاق وعبادة أبيه زين العابدين صلى الله عليه يقول كان أبي يصلي في اليوم والليلة الف ركع كما كان يصلي أمير المؤمنين صلى الله عليه في اليوم والليلة الف ركع كان أمير المؤمنين صلى الله عليه عنده 500 نخلة شوف حاكم على 50 دولة أمير المؤمنين صلى الله عليه على 50 دولة بالتخطط الحديث حاكم على 50 دولة لكن كان يشتغل بيده ما كان يأكل من بيت المال ما كان يأكل من الخزين الوطنية لا يشتغل بيده ولهذا في الروايات ورد أن أمير المؤمنين صلى الله عليه أعتقه من كد يده ألف مملوك ألف مملوك أعتق من كد يده كان عنده 500 نخلة بأبي وأمي أمير المؤمن صلى الله عليه فكان يصلي عنده كل نخلة ركعتين فصير ألف ركعة كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ويقول الإمام الباقي صلى الله عليه كان إذا قام للصلاة غشية لونه لون آخر يصير لون لون آخر من الخوف من الله عز وجل وكان قيامه في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل وكانت ترتعد أعضاؤه وكان يصلي صلاة موديع لا يرى أنه يصلي بعدها هذا زين العابدين سلام الله حتى أنه في بعض الأوقات كان الرداء يقع من على منكبه فلا يسويه يعني ما يعدله فسئله ليش ما يتعدل الرداء أثناء الصلاة قال أني بين يدي رب عظيم أنا بين 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 يدي رب عظيم من بيده ملكوت السماوات والأرض من بيده جبار السماوات والأرض شلون أنا التفت لهذا كان إذا سجد سين العابدين سلام الله عليه ما يقوم من السجدة إلا هو يرفض عراق يعني يتصبب من العراق هذه بعض جملات الإمام الباقر سلام الله عليه في زين العابدين أنا حقيقة ضيق الوقت يعني كان في تفصيل أكثر بس ضيق الوقت ولا يلزمني إن أنا أختصر صلى على محمد وعلي محمد كان سلام الله عليه يتفقد المحاويج والفقراء كان كما يقول الإمام باقر سلام الله عليه كان يخرج في الليل ويحمل الجراب على ظهره وفيه الدنانير والدراهم وكان بعض وقات فيه طعام أو حطب فيناول الفقراء فردا فردا يقرع الباب بابا بابا ويناولهم وكان يلثم نفسه بأبي وأمه حتى لا يعرف هذا كان ديدنه ملي ويقول عنه الإمام الباقر سلام الله عليه كان من جملة خصاله إنه كان يبكي على والده الحسين سلام الله عليه ملي البكاؤون في الحديث خمسة آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة الزهراء والسجال هذولا خمسة بكاين آدم بكى على فراق الجنة حتى صار في خده كالأخدود من شدة البكاء ويعقوب بكى على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يعقوب بكى على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وكذلك يوسف في السجن بكى فقالوا له إما تبكي بالليل وتسكت في النهار أو تبكي في النهار وتسكت في الليل كان يبكي بأبيهم ويوسف الصديق على فراق أبيه كذلك الزهراء سلام الله عليها كانت تبكي على فراق أبيها في الرواية كانت معصبة الرأس الزهراء سلام الله عليها في الرواية معصبة الرأس من أثر اللطمة التي لطمها عمر رواية إنه لطمها على وجهها على أثر اللطمة سقط القرط من إذنها بابي هذه رواية موجودة فكانت معصبة الرأس على أثر الآلام التي حصلت عليها من هذه اللطمة كانت معصبة الرأس منهدة الركن يخشى عليها ساعة بعد ساعة في الرواية وتأذى أهل المدينة من بكائها فقالوا لأمير المنزل سلام الله عليكم احنا من يتحمل الزهراء تبكي عقيد فبنى لها بيت بيت الأحزان في البقية فكانت تذهب إلى بيت الأحزان وتبكي هنا هذه الزهراء سلام الله عليهم أما السجاد فكان يبكي على مصيبة الحسين سلام الله عليهم يقولون عشرين سنة أربعين سنة بعد الرواية خمسة وعشرين سنة بل طول العمر يعني هو بقى بعد أبيه أربع وثلاثين سنة بعد أبيه بل فكان يبكي بأبي وأمي على الحسين سلام الله عليهم ما يقدم له طعام إلا ومزجه بدموع عينيه ما قدم له شراب إلا ومزجه بدموع عينيه يقول كيف أشرب وقتل أبي الحسين ضمانه يشوف أبو حمزة الثمالي أقول لسيدي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة ليش أنتم هذا ما مناه إلا مسموم أو مقتول هذا طبيع بالنسبة لكم قال لي شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل ليكم يهل البيت عادة وانتو كرامتكم من الله الشهادة امعود على كثر المصايب يا ابن الأنجاب سيال لزه العابدين سلام الله عليهم قال لي صحيح شكر الله سعيك يا أبا حمزة صحيح أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة ولكن يا أبا حمزة هل سمعت أذنى وقع أوريت عيناك أن سبي النساء لنا عادة انتو سب المرأة يخلع عنها قناعها يصادر قرطها تضرب تهتاك في الرمضة من خيمة إلى خيمة هل هذا هو لنا عادة يا أبا حمزة قال لي أبا حمزة حشايا يبنار ملهوب لا زاد يحنا لي ولا تهنى بمشروب تشهير عماتي يبو حمزة بالدروب نحلت الأعظامي ولذيذ العيش ما طاب ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغابرية زلزل البيد نكس راسي زينب مجلسي حسراهم النوح اليتام راسه الشاب آخر رواية شنون أدخلوهم مجلسي زيد لا إله إلا الله يقول زين العابدين سلام الله عليه وضعوا الحبل في عنقي إلى عنق عمتي زينب آه آه وكان إذا واحد قصر منا في المشي ضربونا ضربونا إذا قصر واحد منا في المشي ضربونا بالصياط آه آه يقول زين العابدين لما أدخلونا بهذه الحال قلت يا يزيد ما ظنك لو رآنا رسول الله على هذه الحالة يعني رسول الله لو شافنا بهالوضع شو سوي قل تأثر يزيد فأمر بالحبال فقطعت اسمع الرواية مولاي قلوا جاءوا بمبرد فقطعوا الجامعة من على عنق زين العابدين الرواية تقول فأخذ ينفجر الدم كالميزاب آه أنا من قيد الحديد يسيل دمي وعاين على الحرام ويزيد همي أنا ريتني لا ولدتني يمي ويران يزيد بالذلم والشم عادن هضي أبوي ويشوف قيدي وبالسلسل وأهل بالقاكني لورمت جيدي آه 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 وقاد ذليلا في دمشو كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير آه 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 بقى الإمام هكذا يتحمل هذه الأموم والمصائب إلى أن دس له السم الذعاف يقولون بالإمام سلام الله عليه على أثر السم وسرايان السم في بدن أخذ يغشى عليه ساعة بعد ساعة ثلاثة أيام الإمام يغشى عليه في المرة الأخيرة فاق يقولون قرأ سورة ياسين ثم قرأ إنا فتحنا أوصى بوصاياه إلى الإمام الباقر سلمه مواثيق الأنبياء بينما هو على هذه الحالة عظم الله أجوركم عرق جبينه وسكن أنينه وأشبل يديه ومدد رجليه وفاضت روحه الطاهرة رحم الله من نادى واشيدا أولع للعليل المات بالشم بعد ذل اليشور والهضم والهيم بعد ذيش الهضم ومحنة الطايف ويشرى البيت قيد والتشتيف وأنه وأنه ما بطل شاعيه ولا خيف لما انتبدأ ويهويل المرض بالسيم قام الباقر وغسى الهبيد وشاف الجامعة مأثر بجيد وشاف الساق بيه شعم القيد قعد يبشي وعلى حال يتهض شال للبقيع وحفر قبر يمعم الحسين وامه الزهرة الظل عليه يجري الدم عبره لمن سمه شايا ممات بالسيم قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومأسموم بسمع ناد يا الله تقبل أعمالنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم كف عنا عداءنا اشغلهم عن أذانا اللهم أظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلة اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وإلى أرواح موت المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات رحم الله اشتركوا في القناة